لا يزال المشهد الإنساني في غزة لا يطاق مجازر وإبادة جماعية هذا هو حال غزة فمع استمرار وحشية الجيش الإسرائيلي يستمر الوضع الإنساني في التفاقم والتردي يوما بعد يوم المجاعة في القطاع أصبحت حقيقية حيث يواجه سكان غزة شبح الموت شوعا مع استمرار نفاذ المواد الغذائية وكلة الإمدادات والمساعدات الإنسانية انتشار الأوبئة والأمراض الجلدية بدأت تظهر على شكل حبوب وحتى حروق على الجلد هكذا عبرت سيدة فلسطينية عن معاناة العيش في مخيمات النزوح بقطاع غزة في ظل حرارة الصيف وانتشار مياه الصرف الصحي إلى جانب ذلك تواجه عائلات ضحايا الهجمات الإسرائيلية الوحشية تحديات هائلة في انتشار الجثامين خاصة في ظل عدم توفر المعدات والألات الثقيلة لطواقم الدفاع المدني جريمة الإبادة الجماعية باتت هي العنوان الأبرز لجيش الإسرائيلي على القطاع حيث دعت منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات استمرار جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والتي كان آخرها قصف مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة الأنوروة في مخيم أنصيرات